ميكب، مكياج ايه ده؟ فرعنة وميكب ومكياج؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ زي ما بقولكوا كده الفرعنة عرفوا البروكة والبخور والشفرات والعطور تعالوا حكيلكم كل حاجة وانتو تعرفوا عنهم كانوا بيستخدموا المكياج ازاي؟ المكياج او الميكب كان بالنسبة ليهم شيء اساسي بيستخدموه في تزيين نفسهم سواء للمرأة او للرجل المرأة وعرفناها بتتزيين وبتحط مكياج طب الراجل ازاي بيحط مكياج؟ استنوا بس اسمعوا الراجل ما كانش بيحط مكياج بالمعنى المتعود عليه لأ ده كان بيحط القحل في عينيه؟ ايه الراجل الراجل كمان كان بيحلق حواجبه عند موت القطط وده بيدل على حزنه الشديد لموت القطط كمان البخور كان من بين المواد العطرية اللي بتستخدمها المرأة في تطييب ملابسها ومنزلها بل مضغ بعض الأنواع منه لإنعاش فمها وإزالة أي رائحة كريهة منه ومن بين أنواعه الكندر أو البخور الأبيض وهو نوع جيد من اللبان دكر والمر والقافور والقنة واللادن والاستراك وكلها منتجات نباتية من أشجار مختلفة وأجوادها ما يجلب من منطقة بونت اللي أرسلت لها حتشبسوت رحلتها الشهيرة والمصورة على جدران على جدران معبدها بالدير البحري لجلب منتجتها ومن بينها شتلات البخور اللي حاولت تزرحها في مصر وقد عرفت المرأة المصرية أهمية نبات الحناء في عمل عجاء لصبغ راحات اليد والأقدام وتلوين الأظافر بل وتلوين الشعر أيضا كمان اهتموا بتهذيب الأظافر ونظافتها وإن المجتمع المصري القديم بجميع تواقفه من رجال ونساء وأطفال كانوا بيهتموا بالنظافة والتطيب وإبراز الجمال سواء كانوا ملوكا أو رجال دولة أو مواطنين حتى إن العبيد والإيماء كمان كانوا بيهتموا بده والفرعنة بيمتازوا بأنهم أول من صنعوا الميك أب وأدوات التجميل والمقصات والشفارات واستخدموا القحل وأحمر الشفاء وكان أحمر الشفاء بتستخدم المرأة بأصابعها على الوجه وبتستخدم بالفرشة على الشفاء عرفوا العطور اللي بتستخدمها المرأة لتطيب ملابسهم بالرائحة الجميلة ومن أشهر عطورها زيت اللوتس وكمان عرفوا البخور لتطيب بيتها وملابسها وكانت بتهتم بتهزيب أظافرها وتلونها بالألوان المختلفة وعرفت المرأة القديمة الشعر المستعار اللي هو البروكا حيث اختلفت التسريحات من واحدة للأخرى كان الرجال والنساء بيستخدموا القحل لتزيين العيون وده في الحقبة الأولى للحضارة الفرعونية كمان بيستخدموا ظلال الجفون للعيون اللي بيسمى حاليا آي شادو وأحمر الشفاء طبعا حيث كانت الملكتان من الملكات اللتاني وعدان من آيقونات الجمال وده اللي تمكنت من إظهاره الممثلة العالمية إليزابيستيلور في فيلمها عن قصة كليوباترا عام 1963 وكذلك المغنية رايانا اللي استخدمت نمط الميكوب الخاص بنفرتيتي عام 2017 حيث أن كلمة ميكوب أرتست مأخوذ من كلمة سيتش التي توجد في النقوشة الهيروغليفية مما يؤكد براعة الفراعينة في استخدام القحل وأحمر الشفاء وعرف الرجل المصري الشفارات ليحلق بها شعره كما أن هناك أنواع مختلفة من الأمشاط بعضها من الخشب أو العاج أو العزم وكانوا يستخدمون دبابيس للشعر من المعادن بجانب المرايا المصنوعة من الزهب أو الفضة أو النحاس وأيدي المرايا مزخرفة ومطعمة بالأحجار النصف كريمة ويتفننون في أدوات التجميل وكمان عرفت المرأة المصرية المقص والملقاط من النحاس والبرونز يعني المصريين القدماء ما سابلناش حاجة نعلمها لنفسينا علمونا كل حاجة وبكده عرفنا أن الفراعينة كانوا مهتمين بنفسهم ولبسهم وبيوتهم وشعرهم ونظفتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر